الآن الموضوع غريب الحديث بكلام الإمام الرضا عليه السلام في بحار الأنوار جمعاً ودراسة يقدم هذا البحث الأستاذ المساعد الدكتور ضافر عبيس الجياشي من العراق فليتفضل الدكتور ضافر عبيس عناد حمزة الجياشي أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية جامعة المثنى من مواليد 1980 يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه له عديد من البحوث المنشورة في المنشورة بجلات العراقية وغير العراقية وله أيضاً مشاركات كثيرة في المؤتمرات في داخل العراق وفي خارجه له أيضاً كتابان مخطوطان لم يرى النور بعد أتمنى له التوفيق في أعماله وأدعوه إلى تقديمي ملخص بحثي والالتزام بالوقت مع الشكر الجزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين السادة لحضور الأكارم مع حفظ الألقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللغة العربية أداة لتبليغ الخطاب في النص الحديثي وهي منطلق لبلوغ المعاني وإن من سنن الاستواء النصي معرفة ما يحتويه من ألفاظ تقتضي تقتضي من المتلقي أن يكون ملماً باللغة العربية وبحثي غريب الحديث في كلام الإمام الرضا عليه السلام حاولنا أن نجيب على عدة تساؤلات منها هل أن الغريب في حديث الإمام الرضا عليه السلام يعد عيباً الأمر الآخر لماذا يستعمل الإمام لما يستعمل الإمام الغريب في حديثه الأمر الثالث ما ظوابط أو معايير اللفظ الغريب عند الإمام سلام الله عليه والأمر الرابع هل وضع البحث يده على معاني جديدة استعملها الإمام نجيب باختصار نقول هل أن الغريب في حديث الإمام يعد عيباً إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وهو القائل أن أفصح العرب أو ورد عنه أنه أفصح والنطغ بالضاد لديه غريب وهذا يتسلسل ويتشرب إلى حديث الإمام الرضا بدلالة حديث الإمام الصادق سلام الله عليه حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسن وحديث الحسن حديث الحسين وحديث الحسين حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله سبحانه وتعالى فهل يعد هذا عيباً حتى قيل يعني قال أبو عبيدة معمر بن المثنى أعيانا أن نعرف أو نحصي غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله نقول إن الغريب هنا لا يعني اللفظ الحوشي أو اللفظ المبتذل وإنما الغريب في كلامه سلام الله عليه هو صنو الفصيح لارتضائه اللغة العالية في أساليب تعبيره ولا ريب أن الألفاظ الغريبة جلها تعد صنو الفصيح لا يوظفها إلا من اختار توظيف العوالي من الأساليب والمستويات الرفيعة التي لا تتأتى سوى لمن انقادت له اللغة بمعانيها وألفاظها فتنساب تعابيره سلسة يسر الغريب في أوصالها فتتشربه من دون تقحم أو تصنف إذن الغريب هنا هو صنو الفصيح والبحث يثبت ذلك لكن في مجال الاختصار أما أنه سلام الله عليه لما يستعمل للإمام الغريب في حديثه نقول إن إيراد الغريب في كلامه سلام الله عليه ضرورة اسلوبية اقتضاها الإبداع الخطابي في حديثه دون ما تكلف فالغريب يتخلى لها سلسا من دون تقحم عكس الذي يرده في كلامه والقصد منه المعاضلة واختصارا للجواب الضوابط أو المعايير التي وضعناها في معرفة الغريب هي أن اللفظ الغريب من الكلام هو الغامض البعيد من الفهم ولا يقصد به اللفظ غير الواضح في أصله وذاته وتركيبه فهذا جنس من اللفظ الوحشي البعيد والمنقطع الذي لم يرد في حديث الإمام سلام الله عليه وهو ما يعبر عنه بالغريب القبيح الذي يناف الفصاحته والبيان ثانيا اللوظ الغريب يقابل غير الواضح ويتم بيانه اعتمادا على لغة العرب فيحتاج المتلقي على لغة العرب وعلومها وأساليبها التي يصح الاستشهاد والبيان بها ثالثا وهو مقترح من خادمكم قد نعني باللفظ الغريب اللفظ الدال على معاني كثيرة في الاستعمال فيحتاج المتلقي المعنى المقصود والمناسب للحديث عبر تفقد المعجمات العربية وغيرها ليقف على حقيقتها وهناك مصادق كثيرة في البحث أثبتها أو قد نعني به اللفظ الذي يحتاج إلى تأويل لبيان معناه هذا يمكن أن نعتبره غريب هذا الإضافتين يعني مخترحات أن نضيف إلى لفظ الغريب وتعريفه الخامسة قد يسأل البعض ونجيبه كيف تعرفه إن مسألة الغريب مسألة نسبية كيف؟ فما هو غريب على قوم ليس غريبا على آخرين يعني متخصص باللغة العربية الفاهم المتضلع فيها يقول هذا ليس غريب وأنا سأضرب مثال أو مثالين مسألة نسبية فما هو غريب على قوم ليس غريب على آخرين وهذه المسألة يحكمها الزمن والبيئة والأسلوب أما الإجابة الأخيرة هل وضع البحث يده على معاني جديدة استعملها الإمام؟ نقول نعم من ذلك من ذلك مادة بوحة عن البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام قال قدام هذا الأمر قتل بيوح قلت يسأل الإمام وما البيوح؟ قال دائم لا يفتر دائم لا يفتر وقد تفحصت المعجمات العربية عن معنى البيوح أصل البوح الظهور أصل البوح الظهور يقال باح الشيء إذا ظهره بواحا والبوح بالبوح بالضم الأصل والذكر والجماع والاختلاط ولم يجد الباحث من ذكر من علماء اللغة المعجميين معنى الدائم الذي لا يفتر المذكور في حديث الإمام سلام الله عليه وهذا يعد من تمكن الإمام الرضا عليه السلام من اللغة وجعلها طوع إرادته يقلبها كيف يشاء إذ يختار المفردات التي تناسب السياق وتؤثر في المتلقي ومن ذلك مادة يعني بدله فتوجد عدة مصاديق والإمام سلام الله عليه يجيب عن أحد المصاديق عن الخالد بن الهيثم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هي أحد المخترعات التي وضعناها إنه توجد عدة مصاديق أو معاني المشتركة الإمام يوضحها قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن الناس يزعمون أن في الأرض أبدال فمن هؤلاء الأبدال قال صدقوا الأبدال هم الأوصياء جعلهم الله عز وجل في الأرض بدل الأنبياء إذا رفع الأنبياء وفي رواية إذ رفع الأنبياء إذن البدل في اللغة الباء والدال واللام أصل واحد وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب يقال هذا بدل الشيء وبديله يعني عن ابن فارس وفي المحكم بدل الشيء وبدله وبديله الخلف منه والجمع أبدال ففي حديثه عليه السلام أوضح المصداق الأبدال كثير من يخلفها لكن في حديث الإمام سلام الله عليه أوضح المصداق الواضح الأظهر للمعنى الحقيقي لإجابة السائل وهم الأئمة المعصون عليهم السلام وكذلك يعني مادة البهم عن الإمام الرضا عليه السلام قال ضد النور بالظلمة والجلايا بالبهم البهم عدم معرفة الشيء فالباء والهاء والميم أن يبقى الشيء لا يعرف المأتى إليه يقال هذا أمر مبهم وقال وقيل ليل بهيم وليال دهم بهم وفلان بهم من البهم للشجاع الذي يستبهم على أقرانه مأتاه الذي رجحه الباحث أن هذه الكلمة لا يراج بها ما ذكره علماء اللغة وإنما المعنى الأقرب للسياق هو الخفاء البهم معناه الخفاء بدليل شنو؟ بدليل الجلاية التي تعني الظهور لأن المقام في تعداد الأضداد ضاد النور بالظلمة والجلاية بالبهم فيكون معنى البهم هو الخفاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين والطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد شكر جزيل للدكتور ظافر على هذا البحث الموجز الواضح وعلى إلقائه الجيد والتزامه بالوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر